كيف تنبيك؟ أمير أقول لك على نقطة في غاية الأهمية أنت أثرتها في كلامك ودي نقطة يعني تقدر طولية مضمومة مهمة جدا لازم يتم التنويه لها وإبرازها خلال الفترة الحالية عملية أن وجود لعبين في النادي الأهلي بتلعب في أكتر من مركز ودي نقطة اللي مستر بيتسو موسيماني تكلم فيها مع بعض اللعبين النهاردة بنشوف أحمد عبدالقادر وعمار حمدي في مركز ستة ومركز تمانية ومستر بيتسو موسيماني أنت عارف يعني أنت تفضل المباراة مباراة وتعدد المباراة أو تلاحم المب أنت معرض أنت تلعب بأكتر من خطة أو طريقة في المباراة الوحدة بتحتاج نوعية اللعيب اللي يدي لك المرونة التكتيكية أن أنت تقدر توظفه في أكثر من مكان في الملعب دي النقطة جدا اللي هو فيها فعلا يا أمير يعني أنا لبست جدا من كلامك هذا الأمر أنت قريب من الأحداث شايف الأمر مستر بيتسو موسيماني أيضا نتكلم النهاردة محمد عبدالقادر على توظيفه في مركز تمانية قاله في كتير من المباراة أنا ممكن أحتاجك في هذا المركز الحرية اللي بيديها لعبت النادي الأهلي وخلينا أ أقول لك أنت تكلمت على كريم فؤاد وتكلمت على حمدي فاتح أيضا نتكلم على حسين الشحات وتوظيفه في بعض الأماكن سواء كظهير أيمن أو كجناح أو أب كان بيلعب في مركز مركز عشرة كلها أمور بتدي وعمار حمدي بالزبط أمير كلها أمور بتدي مرونة المستر بيتسو موسيماني وهو حريص على هذا الأمر يعني حتى في كلامه النهاردة مع اللعبين قال إن لعب النادي الأهلي يلعب في أكثر من مركز النسبة طبعا للمباراة بروفا قوية جدا لفريق النادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني عقب الفوز على فريق الزمالك بخمس أداف مقابل ثلاثة أداف المباراة الأخيرة واعتلاق النادي الأهلي صدارة الدوري المصري كان يعني اللعبين حصل اللعبين على راحة لمدة خمس أيام استقنف تدريباته على مدار اليومين الماضيين الخميس والجمعة كان في حالة من الانتصار حالة من الفرحة جدا عند مستر بيتسو موسيماني لكن نبع على اللعبين قال إحنا لسه في بداية مشوار عنده حافز كبير جدا للعبين المباراة الدوري وضرورة استعادة لقب الدوري المصري وأيضا الحفاظ على لقب الإفريقي من النقاط المهمة يعني ضرحة دي اسمه بيني وبين مستر بيتسو موسيماني الأمر أمير برضو اللي انت في مستهل كلامك تكلمت عليه وجود جمهور النادي الأهلي واللفطة الطيبة جدا اللي كانت من جمهور النادي الأهلي لمستر بيتسو موسيماني خليني أمير برضو عشان أقربك وأقرب جماهير النادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني واحد من المدربين اللي عاطفي قوي 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 جدا مع الجماهير بيتأثر جدا بالجمهور وهو بالنسبة له جمهور النادي الأهلي أكبر دعم وأكبر ساند لم مستر بيتسو موسماني هو جمهور النادي الاهلي يعني أثناء مباراة الزمالك هتاف الجمهور اتكلم على هذا الأمر قال ليه هتاف الجمهور ليه في مباراة الاهلي والزمالك كان أكبر دافع وقلت بيني وبالنفسي أنا لازم أروح الجماهير دي كلها مبسوطة وسعيدة وكان عندي الدافع أن أنا أقول اللعبين لازم نجيب هدف واثنين وثلاثة واربعة عشان خاطر الجمهور اللي موجود في أرض الملعب طبعا هو شكر المجموعة اللي موجودة النهاردة في أرض الملعب على اللفتة الطيبة لكن دايماً يا أمير ده اللي بنقول عليه عهدنا دايماً بجمهور النادي الاهلي بخصوص المباراة طبعاً انت ظهر أكثر من اللعب بمستوى أكثر من رائع سواء حسين الشحات سواء كاربا عبدالقادر واحد من اللعب أمير اللي لابس شخصية النادي الاهلي مستر بيتسو موسماني اجتمع معاه بالمناسبة يعني بعد المباراة واتكلم وأشاد بمستوى وأشاد بالهدوء والشخصية اللي عنده ونقدر يلعب في أكثر من مركز زي ما أنت برضو تكلمت على أصابة عمار حمدي كان يصيب بكادنا في أصابة القدم اتطمننا من خلال الدكتور رحمد أبو عبلا اللي تعامل مع الأمر سريعاً في أرض الملعب لكن الأمر بسيط جداً وكادمة بسيطة إن شاء الله في يعني أصابة القدم لكن الأمور هتبقى كويسة خلال الفترة القادمة بإذن الله عايز برضو أطمنك أني خلاص محمد محمود أيضاً يعني كان اشتكم من بعض الإجهات في الفترة الأخيرة لكن النهاردة كان موجود أيضاً محمود متولي خلاص بيعود كان شارك في التدريبات على مدار اليومين الماضيين أيضاً صلاح محسن كان اللعب اللي يعني اشتكم من شرخ إجهادي لكن صلاح محسن انتهى بالنسبة له الأمر ونزل لأرض الملعب أيضاً محمود وحيد يعني تقدر تقول يا أمير الحمد الله يعني الفترة الحالية لعبة النادي الأهلي بدون إصابات ودور كبير جداً بيقوم بي الجهاز الطبي طبعاً عقب المباراة مستر بيتسو موسماني اجتمع مع اللعبيين وأشهد أمير طبعاً سيناريو الاستعداد للمباراة المقاولون العرب الفريق هيستقني في تدريباته غداً في تمام الساعة العاشرة صباحاً من أجل الاستعداد لمباراة قوي جداً هي طبعاً مباراة المقاولون العرب كويس إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في المباراة المقبلة فاروق أنا بشكرك شكراً جزيلاً زميلة العزيز فاروق صلاح علينا كل الكواليس تتعلق بمباراة الأهلي الوديه اليوم أمام منية سمنود وكمان